المنتخب أمام لبنان 1 صفر متأخر للحد دقيقة 89 بالأربع دقيق بدأ ضايع قلب النتيجة وبها جزء من التوفيق لكن أنا أشاطر رأي اللي يعمل أكثر اللي يجتهد أكثر يكون لحظ معاه تمو ما تعمل ولذلك أنا أشوف الأمل لا زال قائم حل لكن بشرط الشر يا حبيبي الأخوان يتكلمون مع المدرب أتفوكاتي لأن المدرب أتفوكاتي يطلع لنا الآن بتصريح بعد أن خلانا في عنق الزجاجة وبعد إحنا الآن نضرينا مادين وفنين علي أن يبتعد عن هذه التصريحات أنا مو أنه العراقي يريد يقيني أو ما يقيني هذا غير منطقي وغير مقبولة وكان علي أن لا يصرح قبل مباراة سوريا بهذا الشكل علي أن يحترم المنتخب العراقي علي أن يحترم المال اللي أخذه وعلي أن يكمل مسيرته تمام؟ حال وبالتالي يتكلمون مع أتفوكات بهذا الاتجاه إنه المباراة القادمة علينا أن نحافظ على هذا التأسيس علينا أن نحافظ على هذا الروحية قدمنا مباراة جيدة علينا أن نحاول سيما في الشوطة الثانية سيما صار تبديل أربع لاعبين لا بس فيها سيما مشكلة ما تقدر تقول ياهو المنتخب العراقي اللي لعب في الشوطة الأول ولعب في الشوطة الثانية يعني ولذلك وياريت كانت التبديلات مجدية وشفتوا التبديلات اللي أجراها ولذلك معا يجب بشكله بآخر بعد ما ظل شي أنت ليش ما تروح يا حبيبي بتجاه المجازفة ما عدنا شي نخسر ما عدك شي تقسر اليوم العب بمهاجمين اثنين العب بعلي الحمادي والعب بمهند وخلي محمد قاسم خلفهم بس أسس العب بتلعثة لبرون نظم مو على حساب الدفاع لكن خلي لاعبين خلي يكون بأربع روح بخمس لاعبين وبقى بخمس لاعبين اهجم بخمس لاعبين زين لكن اللاعبين نوعية اللاعبية لاعبين عتم حلول مثل محمد قاسم مثل بشار مثل أمير العماري تمام اسمح لي أسئلك سؤال مباشر أريد إجابة مباشرة بوجود أدفوكات مدربة للمنتخب الوطني قادر العراق على التأهل لكأس العالم قادر إذا ما أوقف نزيف العبث أنا لازلت مصر لا وأحمل أدفوكات من يوقف نزيف العبث أتحمل مسئولي يتحمل مسئولية بغض النظر عن كل الآراء احنا اليوم نتكلم مصلحة عامة لا حد يبعد الأنظار من يوقف العبث بالمنتخب المسئولين مهمة منه هذه المسئولين أنا أقول هي تم يعني توفير ظروف ملائمة للمدربة لم يتوفر ومشكولين الأخوان كل اللي مسئولين بالهاي قل لي أنا أريد أسأل إش كان يسوي من المعسكر إسبانيا والمعسكر تركيا ما كان عليك أن تختار المجموعة المناسبة وكل دولة مطروحين من خياراتك وأن تستقر وأن في كل مباراة تبدل لاعب أو لاعبين أنا أتكلم لك حقيقة للأمانة ما عرف ذكرته أو لهذه ما أريد أقول بس على سبيل المثال يعني مو بالضرورة كلي أنا أوجه الإنتقاط بس هاي حقيقة إحنا الزوراء قبل سنوات أو خمسة خذنا دوري بدون خسارة صحيح ثق ما يتجاوز من 16 إلى 18 لعب كم مننا موسم يصير أنت بخمس مباراة والموسم كم مباراة صحيح ما النادي يختلف لا هذا السياق عمل هاي أكو أمور علمية ثابتة ما يحتاج له دليل أو برهان طيب ولذلك علي أن يروح باتجاه مهاجمين أن يستقر أن يلعب ثلاثة لبرا يأمن منتخب الكوري ليس المنتخب السوري حقيقة تمام يأمن يعني حتى يقلل من عملية الصعود مهند جعاز وعملية الصعود فرانس ويترك المهمة للآخرين اللي هم بالأمام يترك الآخرين المهمة بمستوى أيمن بمستوى علي الحمادي بمستوى أمير العماري بمستوى بشار بمستوى إبراهيم بايش بمستوى محمد قاسم ذولا قادرين يسوي لك حلول عظيمة وبالتالي أنت بالمناطق الخلفية مأمن المناطق الخلفية مأمن لا لا ذولا لجيهم نسوا زيادة من الخلف زيادة من الخلف إذا عملته راح تكلفك مع كوريا مثل ما كلفتك بخطأ واحد صعود مهند وعدم تغطية المدافعين وبالأخص فرانس مطرس على المهاجم عمر بالتالي جاء الهدف